بدئياً كده عايزين للناس عشان نفهم أنا كمان عايزة أفهم كل الناس عايزة تفهم تعريف وحضرتك عايزين نعرف تعريف الشخصية الكازانوفا أصلاً طيب البداية خالص الشخصية الكازانوفا فسي ما حضرتك تفضلتي هي مش مرتبطة بشخص بعينه يعني ما فاش أقول مثلا الراجل كازانوفا أو أنسة كازانوفا هي عموان شخصية الشخصية دي أصلاً مرتبطة أسطورية جداً من القرن الثامن عشر مرتبطة بجمابستا كازانوفا ده كان مصمم أزياء ده الشخص ده فيه قاله جاكومو كازانوفا وفيه قاله جمابستا بس هو في الآخر كازانوفا هو اقترن اسمه بالعمل أسطوري كان دايماً كده الشخص ده معروف وسط المعرفه أنه متعدد لعلاقات النسائية وغير ملتزم بأي حاجة هو هنا وهنا وهنا قطر علاقاته اللي خلاه شخص أسطوري أو شخص معروف أو كده أنه هو أول حاجة هو شخص قديم جداً اتكتب عنه كتير جداً اتعامل أعمال درامية وأعمال تلفزيونية كتير جداً فرصخت الفكرة كازانوفا فاطلق الاسم ده على أي حد ليه علاقات نسائية أو علاقات ذكري أو رجلية علاقات كتيرية فعنده تعدد طب احنا ليه دايماً بنتكلم إيه أنت فاكر نفسك كازانوفا على اسمها يعني ميزة أو أنها صفة حسنة ليه بقت كده وإحنا طبعاً لما بقت الظاهرة بقى للستات بتاني نرجع لورا كده بقى ونقول لا هيا ما كده بقاش الظاهرة حلوة هي بقت دا إيه حداك شايفه دا مرض نفسي ليه الشخص بيبقى كده وليه إحنا حطناها في الأول إنه حاجة حلوة ما ينفعش أقول مرض نفسي مرض نفسي لأ أبعاد تانية خالص بس ينفع نقول حاجة تانية خالص أول حاجة أي حد ليه بحث أو ليه سعي لتجربة أو اللي يكون ليه علاقة كويسة جداً بيفضل يجرب وليه أكبر حاجة بتقابلنا في العلاقة كازانوفا إن أنا بجرب يعني المفروض أنت تخش علاقة تكون اللاقة دي بالنسبة لك علاقة أبادية أو علاقة مستمرة كتير لحد ما تنتهي انتهى يا إما أنت حكمي يا إما أنت خلاص يعني أنا أكون داخل من الأول جدي بس لو ما حصلش نصيب تمام إنما الاتجاه مؤخراً للأسف درب 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 ازاي ده اللي خلى العلاقات كتير جداً وخلى كمان يعني قيمة الحب نفسه أو قيمة المشاعر بقى ترخيصة جداً لأن أنا بجرب من واحد والتاني والتالت في الآخر أنا بقود على نفسي وقود على مشاعري إن أنا خلاص فقط الثقة